احتفلت القوات الجوية المصرية وشركة داسو الفرنسية بمرور خمسين عاماً على تعاون المشترك وانضمام أولى الطائرات المقاتلة من إنتاج الشركة إلى القوات الجوية المصرية أقيمت هذه الاحتفالية بالمتحف المصري الكبير بحضور الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية وسيد إيريك ترابي رئيس مجلس إدارة شركة داسو الفرنسية وعدد من ممثلي وزارتي الدفاع والخارجية المصرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وألقى قائد القوات الجوية كلمة أكد فيها على العلاقات التاريخية قوية الأواصر التي شكلت على مدار العقود الماضية نموذجاً محورياً للتعاون والتنصيق بين الجانبين والعمل المشترك للارتقاء بمستوى الشراكة إلى أرقى المستويات التي شهدتها في السنوات الأخيرة تطوراً غير مسبوق في مختلف المجالات مؤكداً على الدور الذي تساهم به طائرات المقاتلة الفرنسية في أداء مهام القوات الجوية بدقة وكفاءة منقطعة النظير لما تتميز به من إمكانات متقدمة وبالإضافة إلى تطلعه إلى مزيد من تعاون المشترك في المرحلة القادمة